بحثاً لحلول مشاكل الطاقة في البلاد جاءت زيارة وزير المحروقات والطاقة جراسم ليبي ماجل إلى مصفات جرامايا حيث تفقد الوزير مع مدير شركة دينالي مصطفى علي شريف المولدات الجديدة من أجل توفير الكهرباء وبعد تفقد المولدات وتجهيزات العمل في المحطة صرح وزير المحروقات والطاقة جراسم ليبي ماجل مؤكداً على أن سياسة رئيس الجمهورية رئيس الفترة الانتقالية الفريق أول محمد إدريس ديبي إتنو وكذا سياسة رئيس حكومة الوحدة الوطنية صالح كيبزابو بعطاء الأولوية لتوفير الكهرباء للمواطنين كما أشار الوزير إلى أنه وبعد تشغيل هذه المولدات الجديدة وتركيب المحطات الأخرى بعد فترة قصيرة ستنتهي أزمة الكهرباء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر